شح الذخائر لدى الترسانة العسكرية الأمريكية يدفع بواشنطن للاستعانة بذخائر كوريا الجنوبية كي تتمكن من الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكرياً في حربها مع روسيا صفقة سرية تم الاتفاق عليها مبدئياً بين الطرفين لبيع قذائف مدفعية موجهة لصالح القوات الأوكرانية حسب ما أفادت صحيفة وولستريت جورنال الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين وصفتهم بالمطلعين أن الولايات المتحدة ستشتري 100 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 مليمتر كما ترفع الصفقة الموجهة الحرجة عن سول الممتنع عن تقديم دعم عسكري فتاك إلى أوكرانيا لكن أثرها الأهم هو في تخفيف الضغط على المخزون الأمريكي من قذائف المدفعية الذي انخفض إلى مستويات تثير قلق البنتاجون المساعدات العسكرية هذه سبقتها معونات تجاوزت المليارات من الدولارات ففي منتصف أكتوبر الماضي كشف مسؤولون أمريكيون عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار سبقتها في سبتمبر مساعدات عسكرية بقيمة مليار ومئة مليون دولار لتصل حزمة المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية الحرب إلى 18 مليار وستمائة مليون دولار وفق تقارير أمريكية لكن يبدو أن نيران الحرب التهمت تلك المليارات فلا تزال أوكرانيا تطالب بالمزيد رغم ما ترسله أوروبا أيضا وتمتد مشكلة الذخائر إلى أوروبا التي تعاني هي الأخرى من نقص كبير لذا تتفاوض ألمانيا أحد أكبر الدعمين لكييف مع دول في شرق وجنوب أوروبا لتقديم معدات عسكرية لأوكرانيا في مقابل أسلحة ألمانية أحدث حنان المصري العربية